ده بليك من ساحتك؟ بتعملي تشاك اوبس؟ بركز مع نفسك؟ آه شوية ساعات بكسل بصراحة بس يعني ايه؟ فيه لمبة؟ عارف اللمبة بتاع التوم وجيري اللي بتطلع جنب الدباخ دي؟ اتنور كل فترة؟ يعني آه أنا بحاول اشغل اللمبة دي يعني ايه؟ بتبعيز تفصل بس الحقيقة اشغلها بروفو عليك بحاول بروفو عليك حقيقة وده توجه عام للبلد والحكومة عندنا بقالها فترة طويلة من أول ما بدأنا قوافل 100 مليون صحة والكشوفات الدورية وأهمية العناية بصحتنا وزي ممكن نتابع نفسنا ونشر الوعي بأهمية ان احنا نعمل تشاك اوب دوري بشكل مستمر حقيقة انه الدولة وصلت لأرقام كويسة جدا ومحترمة جدا فيما يخص سرطان السادي بيقولك ايه بعم؟ بيقولك انه نسب سرطان السادي تراجعت عند السيدات لغاية 29% في مقابل 59% مؤخرا يعني 2022 في مقابل 59% تتنسب الإصابة في 2018 ودي الحقيقة انجاز كبير وارقام مفرحة جدا ومباشرة انه اللي بيحصل على الارض بيترجم بشكل مباشر وسريع في صحة الناس حوالينا واللي احنا شايفينه لكن كمان بيقولك من الحاجات الحقيقة اللي لازم ناخد بالنا منها ونهتم بيها ونركز عليها ان الدراسات الحديثة اكدت انه ممارسة الرياضة والنشاط البدن المستمر هو من اهم العوامل واكتر الحاجات اللي ممكن تقينا من سرطان السادي واللي ممكن توفر لنا صحة جيدة واتخلينا نقاوم النوعية دي من الامراض الدراسة اللي اجراها فريق باحثين دوليين من بريطانيا وامريكا واستراليا شملت مية وتلاتين الف سايدة منهم حوالي ستة وسبعين ستة وسبعين ستة وسبعين ستة وسبعين الف اعتقد ست مصابين بالسرطان اوكي سرطان السادي قالت ايه بقى قالت عشان يكون النشاط البدني في مكافحة السرطان السادي مفيدا لازم نقلل وقت الجلوس على قد ما نقدر اوكي وقالت انه النشاط البدني بيساعد على انقفاض خطر الاصابة بالسرطان لحد 41% تعارفين يا جماعة 41% يعني ايه يعني تقريبا قربنا للنص يعني النشاط البدني بيساعدنا على ان احنا نتجنب الاصابة بالسرطان السادي بنسب كبير او يبقى يقولك ان النشاط البدني ده او الرياضة لازم تكون تقريبا ثلاث مرات في الاسبوع اشتركوا في القناة